حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إداعي رمضاني مع أعلام الإنشاة الديني والموسيقى السوفية كل نهار ثلاثة من عشان نصليل على الحياة الفان حديث الروح بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في هذه الليلة الرمضانية جعلها الله مباركة علينا وعليكم جميعا في هذا البرنامج برنامجكم الجديد برنامج حديث الروح اللي يجيكم على إذاعتكم المحبوبة إذاعة الصحة بالقيروان إذاعة الحياة أثم رحبوا بكم في هذا الجو الرمضاني البهيج وقلوا لكم صحة شريبتكم كل في قيروان المجد والتاريخ قيروان الحضارة قيروان الروحانيات والتجليات حلقتنا اليوم حلقة استثنائية حلقة مميزة بكل ما تحمل الكلمة من معاني التميز هي حلقة للإبداع والإنشاد في هذا الشهر الكريم حلقتنا تميزت بكم كمستمعين ومشاهدين ومتابعين هي استثنائية بالقيمة الكبيرة لضيفنا الرئيسي اليوم إن شاء الله بضيوفنا الأعزاء في الأستوديو وكذلك بجميع ضيوفنا على الهاتف أكيد أنكم تشوقتوا بشتعرفوا هذا الضيف الكريم المبجل وضيوفنا الأعزاء في الأستوديو هوا بشنرحبوا بيهم وبشتعرفوه مشكون على التوالي إذن بحدنا في الأستوديو نرحبوا بالأستاذ المربي الفاضل سلاح الدين بن سعد نجل المرحوم أيقونة الإنشاد الديني في تونس وفي العالم العربي الشيخ عبد المجيد بن سعد مرحبا بيك سيد سلاح مرحبا يا ربي بارك فيك نتوجه بالشكر لإذاعة القيروان للصحة لحياة أفآم لهالإستغافة والمجهود اللي قاعدة تبدل فيه في إظهار التراش التراش الذي ستمتعه تتمتع به ولاية القيروان خصوصا نعم ونرحب بكل ضيف يأتي إلى بلادنا وهو مبجل ومعزز ومكرم وبيك بارك الله فيك يعطيك الصحة سيد سلاح نتعدى ونرحب بضيفنا الثاني أيضا الذي تألق في العديد من المناسبات الفنان المتألق حسن سعدها مرحب بيك أخي حسن وبيك عايشك صحة شابتكم ساعة نس كل مرحب بيكم في إذاعة الحياة الأفهم إذاعة القيروان للصحة سعيد ياسر بوجودي لهنا رحبوا بكل ضيوفنا ليشرفونا في إذاعتنا وإن شاء الله رمضانكم مبروك أهلا وسهلا وربي بارك فيك إن شاء الله دي ما جيب أحدانا سيد إن شاء الله إذاً أكيد مستمعينا ومشاهدينا الكرام أنكم في شوق كبير لمعرفة ضيفنا الرئيسي في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة الرمضانية إذاً مش نقدمو لكم ضيفنا في شكل بروفايل في شكل وصف علنا ممكن نعطيه شوية من الأعمال وشوية من مسيرته وشوية من الحاجة اللي يستحقق أنتم حاولوا تعرفوا معنا ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم هو أحد رموز الإنشاد الديني والابتهالات في الوطن العربي وفي كل العالم الإسلامي وليس من باب المجاملة هو متحصص متخصص ومتحصل على العديد من الجوائز العالمية في العديد من دول العالم ضيفنا تعدى بمحطات كبيرة في مسيرته الإبداعية ساهمت في تكوين شخصيته الفنية وتقويتها كان في بداية عاشق للمدرسة الإنشادية الكلاسيكية ممكن قولوا المدرسة الإنشادية الكلاسيكية ما ننساوش أساد ذتنا ورموزنا الشيخ عبد المجيد بن سعد الشيخ محمود عزيز الشيخ حميد عجاج والشيخ الناصر العبداللي بعد هالفترة الزمنية اللي نهل منها وارتوا من هذا المعين الصافي جاءت مشاركة أظهرته إلى الجمهور التونسي مشاركة متميزة في برنامج وفي عرض الحذرة وفي حول الله هو نقشه بماء الذهب فكانت الانطلاقة مع حزب اللطيف حزب اللطيف تعمل في نسخات عديدة كنا نسمعوه في تونس في دبي في عمان في ايران في لبنان في الكثير من الأماكن وشاهدت أنا فيديو لمجموعة من اللبنانيين الذين أتحفوا الشيخ بالكثير من الدعوات إلى إقامة احتفالات في لبنان وفي سوريا في الكثير من الأماكن عرفتوه ولم عرفتوه شي إذن مساهدين ومستمعين الكرام أكيد عرفته الشيخ الجليل المنشد الكبير أحمد جلمان مرحبا بيك سيد أحمد نورتنا صحة شريبتك مرحبا بيك سيد أحمد رمضان مبارك على الأمة الأسلامية الكل وهذه لفتها هايلة في رصيدي من إذاعة الحياة ولفتها تدل على الاهتمام بالإنشاد والمنشدين اللي أحنا مستحقينها هالليامات هذه لأنه يلزمنا ناخدوا حفظنا في المجتمع ويلزم في المجتمع الحقيقة أكيد لأنه الإنشاد هو هو إنساني قبل أن يكون إنشاد ديني هو إنساني معناتها لاتموسفير الكل والعالم كل حشته بالإنشاد الديني حتى معناتها مش مش بالضرورة بش يكون بش يكون أنه مسلم أنا مشيت في برشة آآ ملتقيات حتى اللي ما همش مسلمين هما يتوجهوا إلى السماع ومعناتها يتلبوا الله بالقوة للضاربة معناتها فأحنا نمثلوا هاللي الفصيلة هادية معناتها العلاقة الوفيقال بيننا وبين الأفقية بيننا وبين ربي سبحانه وتعالى هذا هو برك الله فيكم ونعود نجدد شكري لي كنتي ولللي تاعة كاملة وللقاروين زادة وليس بغريب عنهم في الاستضافة متحهم العفو الله يبرك انت جيت في مجالك لأن القاروين هي معروفة بالتجليات والروحانيات حتى برنامجنا هذا الحصة اسمها حديث الروح مش نتحدثه في كل ما هو روحانيات في كل ما هو من صليم اختصاصك ويريت نبدأ في عجالة تعطينا بسطة على المسيرة الفنية انتهى الشيخ احمد جلمام او ساعي تحبنا عاية تورك كيفاش المنشد المقرأ الاستاذ المربي الفقيه المقرأ القرآن المؤذن عندك برشة معنا يقوله طول الاعلانين يقولوا دي كاسكيت انت بقى انا يعني قبع تحبنا تنبسوا والله هي المنشد لانه هو انا اعتبر مع الناس معاية المنشدين ما نزيدش عليهم انا المنشدين هو المنشدين انا منشد كيفهم هم ايو ربي بارك فيك هذا من تواضعك شوية يا ربي فيك وربي يحفظك كلمة منشدة حلوة لحقيقة لا هي بالحق لكن دام انت واضعك لانه انت تميز باشياء اخرى والحمد الله تمروا عليها اتداعا بالسياسة بالسياسة لو تعطينا شوية فكرة توا على المحطات الرئيسية اللي مر بها المنشد احمد جلمام باختصار المحطة الاولى انو انو انا غذيت التران او مارش ما نسميش انا المؤسس بتاع هالدمان اذيه ولكن من اللي صغير كنت نسمع فيه سيعبد المجيد بن سعد رحمه الله الله يرحمه الله يرحمه يرحمهم جميعا ومحمد عجاج محمود عزيز نسمع حتى في شقرون لحقيقة فتغرمت بهالدمان اذيه بتاع الانشد ديني ما نحبش نسمع اصلا خبرشها موسيقى وكذا فتغرمت مع عمري حداش نسنيه وقتها عام 1975 يعني مضايعتش وقت انتي ماذا ماذا يعش اخي خلوقت خلتون نسمع فيه بتغرمت بهم ومن غادي كان طلقت مع الفرقة الصغيرة اللي في عنا في سيد البشير غادي سيدي بالاحسن والكل في المدينة العربية جامعة الزيتونة انطلقت نمشي معاهم نسمعهم وساعة نشارك هكا مشاركة صغيرة وكذا ثم سرعان ما التقاتني حميد عجيش ايوان فقعدت مع حميد عجيش تعلمت عليه معناتها بامتياز لحقيقة بعد توفى حميد عجيش رحمه الله هو قبل ما يتوفى قال لي امشي ناصر العبدالي اما رد بالك معناتها ناصر العبدالي يرى وعنده البدهة معناتها عنده الريفليكس ايوان معناتها مشكل يحفظ ومقنن ناصر العبدالي يقعد ويقول اللي يجي عنده بداها بداها كبيرة برشة وهو اصغر المشيخ في الوقت اذاكه مشيت مع ناصر العبدالي من بعد عملت الحذرة مشيت مع الحذرة عملت جارة لشويق في الحذرة وعلى ابني مريم مع سمير العقبي من بعد بعد قلت هنا بش نقعد هكي عندي زيد معناتها روحاني باين حب مذبين توق الحاجة عملت حزب اللطيف سألت عليه بالكدالي انو في الحزب اللطيف جاء في الوقت متاع النوبة ومتاع الحذرة معنات ما نجمتش نعمل عمل اللي يشبه لذاكه يلزم نعمل عمل مخالف تماما لهم فلقيت حزب اللطيف انه هي كانوا احنا في تونس نقولوا به حزب اللطيف معنات في الديار وكل التبرك والكل لقيت العمل لذاكه متعملش دونك مشيت اخذيته من السورس متاعه مشيت الجامعة الزيتونة وتكلمت معه المشيخ شنوم حزب اللطيف اعطيه هولي مقنن مع انت قلتنا ممكن عملت حزب اللطيف نستسمحك سيد جادمت لناه في المرحلة هذية ما نجموش نتعده الا ما نعلقه شوي على المدرسة الكلاسيكية اللي سيدتك معنات غرمت بها وانهلت منها الشيخ حميد عجيش شيخ الناصر عبداللي بديتنا انت بالحديث على ايضا رمز من رموز انشاد الشيخ عبد مجيد بن سعبي شنو رايك نشاركه معنا نجلي ايه مذبية شنوم مذبية يعطينا شنو رايو يعني في الفترة هذية الفترة الزمني لانه نحن موضوعنا كبير اللي هو الانشاد الديني في تونس والقايروين بين الامس واليوم يعني شنو رايك سيد سليح في مقاله رجل سوفيان كلمة راشمعنا عمش نرع شوي بالكلمة استيد احمد ما هوش منشد فقط استيد احمد منشد ومبتكل ومؤذن ويحسن قيادة الفرق ويحسن الايقاع وهذه وحدها لا يميزة ونحن نذكر هذه المزايا لإظهار قيمة الرجل واننا هي كلها عوامل مرتبطة لبعضها هذا الشيء ناهيك وانا استيد احمد يدخل احكام التلاوه اكيد وبذلك كانت القصائد التي يرددها وبذلك يتغنى بها عربية صاميمة لا ولن اتصور ان يقع السيد احمد جلمان في الخطأ هذه ميزة من الميزات السيد احمد جلمان حاجة اخرى اللي نقولك عليها اللي قبل السيد احمد اعرفته عن بعد ولما اقتربته منه اكتشفت فيه رفعة اخلاق برك الله فيك هذا حتى المسناه اكيد وهذا مش بباب المجامل وهذا اقوله عن صدق والله اشهد على ذلك رب يبارك فيه والنعم الناس حتى اللي قلت هذا حكاية الحفظ والاتقان بتاع القواعد القرآنية يظهر فيها انتاجاته مخارج الحروف سليمة المدود في بلاستها مريضة قررت بالغنن وبالاضغامات وبالوقوف معانا تحس انه متشبع من معين الصافر انا سوفين تقربت برشة بالقراء خصوصنا بالقراء المشارقة والشيخ عبد مجلس بن فعد منذ معومة حنجرته في هذا الميدان لا نقوله اظافره ايوه يستمع الى المشارقة ورزقه الله ذاكرة السمعية منتزة وهو الشيخ حذته عمل القراءات ويعرف جيدا احكام الترتيمي احكام القراءة ويعرف القراءات ما نقولش الاربعة عشر يقول السبع يقول السبع وربما نطب شوية خطأ شائع توا يقوله الشيخ الفلاني يقرأ بالسبع الذي كان يقرأ بالسبع معاناها يقرأ باربعة عشر رواية لان كل القراءة لها روايتات نحن المعروفة عنها هي رواية قلوب واللي اشترباها المرحوم طيب الله فراه الشيخ علي البراق كنا نسمع الى المشارقة ما لمسته في الشيخ احمد جلمان بكرني بعديد المزايا التي كان الشيخ عبد المجيد مساعد يسمي بها على هؤلاء المشارقة الذين اطقنوا المقام واطقنوا المطقة واطقنوا الاذاب وهذا ما اراه انا حاليا في الشيخ احمد جلمان وان كان ديما نحب نعيطه سيد احمد هو امتداد امتداد المدرسة الكلاسيكية اللي على قواعدها واللي تمتثل لقواعد التلاوة والقراءة ويعطيها الصحة هذا هو اللي حبينا نسطوله في هذي المرحلة وباش ناخده بالطبع بعض الاراء في هذي طبعا في هذي المثلة هذي باش ناخده بعض الاراء طبعا نسمعه سيحسن سعدة يعني شنو ورايك انت في المدرسة الكلاسيكية ورغم انت تعتبر مخضرم انت حذرت شوي على المدرسة الكلاسيكية خدمت مع الشيخ محمد البراق خدمت مع الشيخ الصحبي البراق خدمت مع الشيوخ ثم انتقلت إلى جيل جديد من الانشاد الديني شنو ورايك ما افضل فما تواصل فما قطيع شنو ورايك هذا هو انا حبيت نضيف على الكلاب الهتقال شيخ احمد جلمان يعني طور من نفسه ثقافته الموسيقية واحتكاكه بالموسيقى الوتارية اعطاه القدرة باش يطور من طريقة الانشاد صحيح هذه مرحلة اخرى في حياته صحيح وهذا اللحظه في الانتجات اللي انتجها الشيخ درايته الموسيقية وانا احضرت قداش من عرض واخرها عرض المشيخ وكان لي شرف اللي غدينا جنبا إلى جنب مع الفرقة الوطنية يدل يعني تحية الماسترو تحية لكل معضاء الفرقة الوطنية الموسيقى المتميزية قلنا لثقافة شيخ ويعني رهافة الاحس ونقول الذوق الرفيع في انتقاء الاشياء وانتقاء وطريقة الاداة هذا عامل اللي خلانا نقوله الشيخ احمد جلمام من المنشدين اللي ما تنجمش يتعاود خطر هذا يلزم تفكير كبير ويلزم احساس سراهيف خطر ينجم يكون منشد ولكن واحد عنده ذوق خير من الاخر حتى في انتقاء الاشياء اكيد في الانتقاء وفي الاداء اللي هو اصعب حاجة لذا نقول الثقافة الموسيقية عندها دور كبير كبير ورهافة الاحساس يلحن يلحن وسمعنا من تلحين الشيخ احمد جلمام اللي معانها معانها سمعني دي جاه في في الاف سمعنا تلحين للشيخ يعني انسان باري وعارف فيش قاعد يعمل ومن الموسيقى العصرية العصرية والكلاسيكية وهذا الاكيد ما هوش اي حد نجم يعملو اكيد بارك الله فيك اذا اجهزك الله اتفضل سيد اسلاح عن التعقيد انه مش في نظيف اضافة ربما نكون مصيب فيها ونعطب ونعطبر نفسي مصيبته وانه سيد احمد العبد دور في ان نفرض الانشاد الديني وسط هذا التخم التقافي والفن وفرضه عن جدارة سيد اسلاح عن نظيف من بكر ينتظر على الهاتف نرجعولك بعد اذن عن نظيف مبجل وهو الشيخ توفيق دغمان المنشد التونسي المتميز استسمحوك تقولوك ساحة شريبتك ومرحبا بيك سيدي توفيق وسمحنا على شوية الانتظار اهلا وسهلا ومرحبا بيك على اذاعة الحياة اذاعة الحياة الآن بالقيروان مرحبا بيكم ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بالقناة الحلوة هذه الاذاعة الحلوة ان شاء الله رباكم مبروك ان شاء الله كل عمتي بخير وهي تعطيني اخويا خليني اراني انا متشوخ لأيالي القيروان وجو ريحة رمضان في القيروان كلنا فرحانين بيك وكلنا يعني على احر من الجمر وان شاء الله تكون ضيفنا مرة اقرأ وقت تسمح ظروفك انت كنت اتصلت بيك وقلت لي ان شاء الله ان شرفكم بالوجود ان شاء الله مرة اخرى تكون بحثينا ان شاء الله ان شاء الله نحبها القيروان وهي تحبك ايضا القيروان شرف لينا انك تكون بحثينا في داعاتنا داعات حياتها في امن اليوم شرفنا بزيارة المنشد الشيخ احمد جلمان في خلال مداخلتك هذه نحب نسأل سيادتك يقوله احمد جلمان يعني شنو يتبادل الى ذهنك او اين تضع احمد جلمان في اكثر ميدان من الاتقان هو ما شاء الله الم بالكثير من الاشياء يعني تحبتها سبعه كمنشد كمقرأ كمطرب يعني انت شنية اي انا بالنسبة اتي احمد جلمان معناها نقول قيمة قيمة فالمية ثابتة وفي الانشاد على خاطر ايش نقول لك احنا احنا التلمزنى على مشايخ على مشايخ فطحن ومعناها هو صغره سيعجاج وكيد اخذاء من عنده معناها الرحيق وخدم برشة معناها كان ملازم الشيخ الناصر العبدالي صحيح معناها انا عند محمد الصحبي ثماني العبد مجيد ماموغلي الشيخ المبروك الشارني اما بالنسبة الولدنا واخويا معناها احمد جلمان كما قلت القيمة ثابتة صوت جميل معناها اه اه اكلي قريب بيش ننن اه بيش نفقدوهم معناها بadece الميدان ه Technical ونتمنى له اس يا اس مجل فيها عدد فيها ان شاء الله من حسن الى احسن ربي يفضلك ورب يبارك فيك He وür rank وياخذ به خاطره وش هو رايك احب يقولك ساحة شريفتك since iபட ويحب يقوللك عسلام ومرحبابيك معك مرحبا بيك كاسي توفيق نعزك برشا روانا بالحق نعزك برشا لانو انتي انتي تخدم وكي انك معناتها شادد الانشاد الديني شاد ولا يفلت منا لحقيقة قاعد تخدم على مدارس كبيرة وبرك الله فيك والله بارك الله معناها اه نشده طوى صحيح على خطر اه ما هبه ودبه معناها يفحج ويتعدى يقولك انا عندي طوى فرقة وكذا ومعناها وهذيك التطفل على الاي في اي ميدان رايكار فاسي دعم صحيح سيح ان شاء الله احنا نشده المشعل هدية ونخده ان شاء الله مارك الله وفيك استوفيقك يا عايش انتي لون وانا لون عبابا ربي فضلك سيدي توفيق عتك السحة حابيت نسلك يا عايش من نغطنو فرصة فرصة وجودك معنا وهذا شارف لنا حابيت نسلك انتي تو كنت علقت قلت هالموت التطفلين وانتي استعملت لي طيب يا ناكي نثبت نلقى الحذرة الزيارة التعطيرة التخميرة حذرة لسيات حذرة الدرش روى ايش تيه المعنى هل هو انتاج يعني جميل يعني غزارة في الانتاج هل هو تطفل ايش نورايك ثلاثين ثلاثين سنوات التالية ايوة عملت الحذرة الحذرة وكانت فاهم شيخ الدمادر اهاني نقول لك ومبع تالي اه اه فما زدها زدها الباري فما حذرة انا شارك فيها اولدنا واخونا في اه سي احمد جلمان انا شاركت في متاع واحدة وتسعين ثلاثين سنوات التالية مع الفاندر الجزيلي ويجا نقول لك هذيك هذيك اباز سي سيلو اباز معناها اه مدعمة فاهم شيخ ابن محمود نعات لا قامت 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 صحيح صحيح اهمتني من بعد ذلك جيت موجة جيت موجة قدلك من هبه ودبه يلبسك البدن ولا يلبسك الجبه الغاية شنية مخهمتش شنية الغاية يعني تجارية الغاية ولا خدمة للتراث ولا معناها شنية حسب رأيك اي تجارية باب الغالي تجارية يقول له يسخاء مش كما كما سيد احمد جلمام ولا العبدولله هم يقولوا يحبوا نحافظوا على التراث هم يقولوا يحبوا يحبوا نحافظوا على المشايخ معناها قدرة كفتاحة لا هم يسمع كاسات يعودة سيد أحمد ولا يسمع طوفيق ضغمان في محمد نجد بحسنين ولا منعرش أنا في بحر يعني أعمل إمام ولا يا ملك يأخذهم يحفظهم وبعطيني يعمل خمسة سبسة سبعة من الناس وكوح ما نحكيوش على حسينو أنا نقول ماذبية ما يحاولوش مش معناها يشوهوا يستبهلوا مستمع وفراحهم ومشاهدين ويشوهوا نحن خايفين على المنان هدايا وأنا شدين فيه بسنان ربي فضلك سيد أفيق ربي خليكم إن شاء الله تكون ضيفنا على إذاعتنا إذاعة الحياة في قام في لقاء قريب إن شاء الله والله نتشرف وربي فضلك وإذا شرف لنا إن شاء الله شرف لنا إن شاء الله تودي الفرصة سعيدين باستقافة ونلتقى بالمستمعين سعى أهالي القروان وحوازها وقلوكم بشبه الشهر دا شهر رمضان كريم شكرا يا سفره شكرا يا سفره أمين أمين يا ربي يقولوا للطوطين أشداء أمين اللهم حفظنا بأصلافك الخفية يا خير البريد أمين ربي فضلك يا ربي عزق شرحنا بمشاركك بلت الله فيك أنا أحفظ عايشة طيبوية وأنا أعيش جمعة طيب بركة الله وفيك نأخذك بركة الله وفيك إذن قبل أن نرجع مع سياحة الجلمان ونحكي وعلى عرف الحضرة وعلى إنشاءتنا هنا في ابني مريم حتى بنكون جفاس سلام حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى السوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نصر الليل على الحياة الفان حديث الروح إذن أهلا وسهلا بمستمعين الكرام ومتابعين الأعزاء من جديد بعدما استمعنا إلى هذه المختارات من على بني مريم وهذه يعني المختارة التي اخترناها مبعضنا تحيلنا إلى سؤال بش نطرحوه على ضيفنا الكريم سيد أحمد فاش تفكرك على بني مريم بهذه الصيغة الأحلوة هذه تفكرني في الحضرة اللي شاركت فيها عام 1994 الحق بديت نعرف أنه اللي يتعلم الموسيقى يزيد شوية ينمي في معلوماته الفنية كان سمير العجربي أنه على بني مريم يقنن فيها مع أنت إحنا كنا من تتبعوش الموسيقى وكنا بإحساس نغنيه وعلمنا أنه يلزمك تعرف الدرجة متاعك ديما ويلزمك تعرف كيفاش تقفل يلزم تعرف مع أنت أنا دخلت وكأني نتعلم ونعمل فيستاج موسيقي فلحقيقة هذي كتطور آخر من تعلم في الحضرة طيب وبعد الحضرة يعني الحضرة هي كانت فاصل عرفوك جمهور وماشاء الله وتعرفت سي شو عملنا وقت سي رضينا بالموجود لا 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 أنا كنت الحقيقة نحب نعمل عمل متاعي وحدي لأنه كل إنسان يقول لي صوتك جميل وعليش ما تعمل عمل ه فما معنتها فما ورايا في الناس تتكلم وكذا ماذا بيهم أنا نطلع الحقيقة في الوقت هذاك أنا حكي لك أنا متاع 95 96 ولله منتها بالفضل لأنه شفت رؤيا أنه حزب اللاتيف هو اللي جاء بين الحضرة وبين النوبة وقت هوا كانوا صعدين برشة وكل فأملت حزب اللاتيف بتبيع كان متميز برشة ماشاء الله كان متميز أول ما عايتتلي الميزون كولتور ديمونت في باريس نعم تسمعوه كانوا يخطفوا برشة المواهب وكل فأعملت العرض اللولاني في عمري معنا في عمري مش في أول عرض في باريس ميزون كولتور ديمونت نتحصل على الجائزة العالمية أشاء الله نتحصل على الجائزة العالمية يعني لأنه عمرهم رأوا معناتها كلا كابلا ذا بالصوت ويشوفوا في أرمونية أخرى ويشوفوا في موسيقى عالمية كريشين دو ويشوفوا في الـ وكل الـ الارمونية وكل على أساس أنه نقرأوا في القرآن أنه نعملوا في ذكر كذلك أعطوها هما قيمة قيمة فنية برشة واخذين الجائزة العالمية ومن غادي انطلقت الحقيقة هذه الانطلاقة الحقيقية لا الاطلاقة الحقيقية النجومية نزاحة العبارة النجومية لا بالفعل وبدي تبدأ وهم كل إنسان مثلا يمشي الميزون كولتور دي موند دي كي اسمع على جسمها يمشي ومثلا دار ثقافة دبي باش يشوفوا المواهب غادي وليت مشيت للدبي عيت للدبي من خلال مشاركتي في الميزون كولتور دي موند هما اللي بدوا يبعثوا في معانتها يجي ويقولوا المرأة والسيدة دي يعطيونا نمرو يكلمون دبي نشارك في مارجين البردة كيف كيف ناخو جئيس البردة في دبي في الإمارات بعد عيتولي إيران بعد عيتولي حصلوا العالم الكل حقيقة بكل مشيت لأفريقيا فيها فرشة يحبوا سينيغال سينيغال مشيت اللتيف فذيك معانتها الزبدة متى حزب اللتيف وموحز اللتيف هو طويل طويل من هكا بل يعني ذكر التجانية ولا ذكر الطرق هذه هنا من قلال إعدادي للحسن عرفت لي أنت شاركت في وجدة في المغرب العربي في مهرجان الكبير ياسر وكان يعني عدد المتابعين والجمهور يعني رقم فلكي ما شاء الله كان يقوله يعني المستمعين والمشاهدين يقولوا فما مبالغة أنا سمعت مش مبالغة مش يعود 150 ألف متفق فرجوا في قد يعني الملعب تنفي هذا ولا تأكد لنا نأكد 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 وبالجداء بالجداء اللي تقال هو من وزارة الداخلية المغربية مش قال هالي واحدة كاكم معانت قطح بالجبا ويد ده وزارة الداخلية المغربية أنا مشيت منشد معانت هما اختاروني كيل عادة شافوني في بلايس وخرين جابوني منشد في الملتقى العالمي للصوفية عدد 11 في وجدة فبديت نغني معانت بديت ننقصد حسب الكونسيبت اللي هما استدعون يعني هي صيرة نبوية يزمن نعمل القصيدة على النبي صلى الله عليه وسلم اخترت أنا اخترت الأوصاف متاعه الشمائل متاعه فبعد الراف الناس معانت ما نجمش حتى كد نرمي نظر متاعي ما نجمش نعرف الأخر متاحه مريدش أخر علي مين وعلي صار معانت بلاد كاملة بلاد كاملة تفرشت معانت ها الناس الكل كين يحج معانت ها لا يبثل يعطي الصحة كملت من غادي سألت معانتها شكوم وكان معانا واحد من الداخلية غديك قال وراهم 153 ألف يتفرجوا فيكم عبر الشاشات وعبر الحضوك أي بتبيعت لها شاشات عملاقة ويتفرجوا فينا الناس كل الحمد رب العالمين وربي معانت تتعامنا بشكل إن شاء الله ربي يتعامنا إن شاء الله ربي بك وربي يفضلك إن شاء الله عايشك إذن نشكروك سيد أحمد نحب فما النقطة يعني هي مؤثرة جدا في المجتمع يعني الإنشاد هذا إذا ما يكون عنده تأثير والتأثير يعني اللي بيش يكون إيجابي على السلوك الفرد إيش نعملوا به نعود ونقولوا فيها ذاك وفما ناس يعني يصلي عني بي في نفس الوقت يذكر مدى إحنا بوي وكل شيء لكن السلوك الفردي تلقاه ما يتمشيش مع الشيء اللي يعمل فيه هل تراه أنه فما من المفروض يكون فما تأثير على الإنشاد الديني على السلوكيات الفردية شنو رايك سيد أحمد هو والله يشوف الموضوع ذا يمكن هو أكبر موضوع لداء الجلسة هذه هو تحمله الدكتوراء تحمله طرح كبير معنا التاز كبير أنه المنشد تجاوز السنة والقرآن ومشي إلى روحانيات أخرى معنا هذوكم تحصل عليهم تحصل على الصلاة والزكاة وكل تجاوز ذلك معنا وكأنه مشي في طور آخر يتعامل مع السماء مباشرة المنشد يلزم يكون إما يمثل اللي يقول فيه وإلا ما عايش تسميش منشد معنتها يلزم يكون هو ممثل لرسول الله صلى الله وآله هو ممثل للقرآن يعني يتحلى بالقيام اللي يحكي بها والقيام اللي يحكي بها هي إنسانية أكثر من هذا لأنه المنشد ينجم يكون يغني على الأم على القداسيات هذه يغني على الأم يغني على الأب مش بالضرورة بشي يغني على الدين بركة ما ينجم يغني على الوطن المنشد دين وهو معلتها يمشي بالإحساس متاعه يتعامل مع السماء دونك هو تجاوز مرحلت حتى العبادة هو قاعد يعبد في ربي دكار لكن بشي إلى مرحلة أخرى مرحلة سماوية فهمت يلزم يكون معلتها معتدل بصراحة في المجتمع يلزم يحب يحب المجتمع صحيح نحب ناخد رأي صديقنا حاتم الفرشيشي اللي هو معنا على الهاتف يحب يسلم عليك ويحب يشارك معنا ويسري هالحوار مرحبا أستاذ حاتم شيخ حاتم الفرشيشي صحة شديدك ومرحبا بك معنا في إذاعة حياة أفهم حياة أفهم إن شاء الله رمضانكم مبروك إن شاء الله كل عام حيث خير ربي يحب تونس وربي إن شاء الله ديما أمورنا دباس في النسل كل أمين ربي فضلك وربي يعطيك العافية والصحة يا أخو يا حاتم يستعدنا كثير أنك تنضم معنا في هذا الحوار الشيخ مع شيخنا ومنشدنا الأستاذ أحمد جلمان شو رأيك يعني أنت بحكم تجربتك في هذا الميدان في تأثير يعني الإنشاد على سلكيات الفرد يعني المنشدين يعني من المفروض هم يتحلوا كما قال سيد أحمد برسالة يعني متواصلة ورسالة شاملة من حيث القيم الأخلاقية من حيث يعني التواصل مع أفراد المجتمع من حيث يعني شو رأيك لك الموضوع هذا أولا تحياتي الخوية وصديقي هلان والمنشد أحمد أحمد بارك الله وفيك يا حاتم بارك الله تحياتي تحياتي لكل الحضور وإن شاء الله في إذنها ديما ملتقياتنا تكون فيها سائدة وحديثنا يكون فيه سائدة لكل الأخوة والأخوات أولا بالنسبة للحياة حياة المنشد أو حياة المقرأ ديما حقيقة خاصة جدا وعندها إنصحة تعبير طقوس وعندها نواميس فاعتبار كونه المقرأ يتحلى بخصال وبأخلاق وسلوك خاصة سلوك يكون راسين وسلوك يكون خاطر هو أولا يحمل يحمل في جعباته ويحمل في شخصيته رسالة تكون هو ديم يكون قدوة الغير خاصة لفئة الشباب إذن هو بشيكون مقرأ بشيكون راسين ويتحلى بخصال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ويكون يعني كما هو يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم تقتدي به الأطفال والشباب والشبيبة إذن تأثير قراءة القرآن على المنشط أو المقرأ هي تخلي ينخرج إنصح تعبير إفرازات من العمل الصالح والعمل القيم والإضافة في المجتمع من ذلك محبة الوطن محبة البلاد المحافظة على فعلا 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 يعني محبة الوطن محبة البلاد محبة الناس من خلال محبته لله عز وجل ومحبته لرسوله ورسوله ويعني هذا ينعكس على شخصيته ويولي هو بطبيعته يعني يوثل في رسائل رسائل لكافة الناس للقراب منه في المباشر واللي حتى فيه من خلال أعمال وتسجيلات كيف يسمعون الناس يقول المديح ويقول الكلمات السمحة إذن تقتدي بيها الأمة قاطبة وهو يكون سفير كما يخونا مثلا أحمد المام سفير المشكلة في تونس مع تلالي البره من تونس نحن نشتغل على شيء هدايا نوصل في صورة الشخصية التونسية المتميزة الشخصية الرسينة الشخصية المعتدلة الشخصية التونسي اللي هو منفتح على الآخر المتواصم على الآخر لا للعنصرية مثلا لا للتعصد يعني هذا هو يعني شخصية تونسية اللي هي شخصية إسلامية معتدلة وهذا كله نشوفوه عند الناس كما كما تقول أنت كما قال أحمد المام وغيرهم من الناس اللي اللي تحاول تخلي أثر وتحاول تخلي حاجة مزيانة فعلا ربي بارك فيك وربي فضلك حبينا نشكروك أولا وثم نغتنم فرصة وجودك معنا أستاذ حاتم نحب أن نسلوك على بعض الأشياء أهم حاجة أنه من خلال تواجدتكم في ولاية الملستير يعني الساحل نحن نعرف أنه الساحل ما شاء الله قاعد يخدم برشة في مجال الإنشاد ومجال السلامية ومجال هذه الطرق ما شاء الله عندكم شي يعني آخر معناها مستجداتكم أعمالكم حبوا نطلعوا عليهم حبوا نعرفوا وشنوه قاعدين نتاخد متوا كيفاش يعني فماشي نشأ فماشي اعتناء بالنشأ لأنه ونحن قاعدين نكبروا قاعدين نغادروا الساحة شوي شوي فماشي يعني دي بيبينير اللي قاعدين نوشته في مجال الأغنية الدينية الإنشاد الديني والطرق بالنسبة للعبدالله نحاول نشتغل على كما قلت لك إيطال هذا الفن الفن المتميز الإنشاد الذي هو عقود سنين وقرون يعني منذ منذ الهجرة تطور بشكل كبير وكثير في وفي كامل القاع العالم لكن نحاول احنا نحافظ عليه كمنشدين نحاول نحافظ على الجملة الهادفة الجملة الكلمة الهادفة والجملة الهادفة واللي توصل رسائل سمحاها رسائل إيجابية لكثة الناس وإحنا كما ننتج نقتدي بمشائخنا اقتدينا بمشائخنا رحمه الله والبعض منهم القليل ربي طول في أعمارهم وإحنا مثال المشايخ مثلا التونسيين اللي أنتي محل أعجابك ومتبعتك شكون والله برشا عنا برشا مشايخ في تونس كما نقول الجيل الزمن الجميل كما يقولوا يعبروا عليها أيامات الشيخ محمود عزيز أيامات الشيخ محمد ريح ميد عجاز الشيخ العروسي بن خميس الشيخ علي البراق الشيخ محمد البراق ولكن هدموا كلهم على حدا وبالنسبة لها عبد نجيد بن سعد يعني في كثة أخرى بأتي بر محبس لها يعني الحقيقة الخاطئ وإعجابي أعجابي بابا شيخ عبد هذا معروف عليك اللي أنت يعني ما شاء الله من عشاق الشيخ عبد بن سعد هاو سيستح بشي سلم عليك ولده هاو معنا في المباشرة أهي عسلامة ستلاح عسلامة سيحاتي تحياتي الموضبك اللي كان ما تقدر عليه ترده عده سيحات سيسوفيان راو لعب دور كليل ياسر بعد 40 سنة من وفاة الشيخ عبد النجيد لعب دور كليل ياسر هو أخونا حاتم دربال في إظهار تحيي للأستاذ حاتم دربال للحاتمين الفرشيشي ريفنا ومطاعهم إسم حاتم لإلى من يرمض يرمض إلى حاتم الطائم هم أبكانوا حاتم الطائم في مجهوداتهم والأطعام التي لاقوها في إظهار التراث الذي خلفه الشيخ عبد النجيد بن سعد تخيي هذه اعتراف إن شاء الله اعتراف ما سمعتش بالبقى الصوت بعيد انت عم السلاح اي اعتراف نتوقلك مثالش كنت قدم اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تقول فيك البيت يا رب يسر انت يشيح بالنسب بالنسب للشيخ عبد النجيد الشيخ عبد النجيد يعني فلتة من فلتة جمال من الإنشاد والإنشاد والسلامية و عنده عزة حصال يتميز بهم هذا يعني ممكن المجال يسمح ولا ما يسمحش بشنا نتعم سننفر بش نعمل له حصاص خاصة بغو ان شاء الله تكون ضيفنا في هذا المجال يعني من خلال الشيخ عبد النجيد بن سعد احنا اخذينا عليه الحاجات الباهية واخذينا عليه يعني الطريقة طريقة الأداة وطريقة التميز في الأداة نحن في تونس نحاول نحاول نوصل الصورة الصورة الإيجابية الصورة الباهية سواء المقرأ أو المنشد أو المداح هذا هو يعني التونسي التونسي بخصاله بقيمته الثقافية يتحى على العالم العالم سوايا أسريكا أو أوروبا أو المغرب أو المشرق صحيحة ضيفنا سيسلاحي يحب عنده تعقيب يحب يتفعل ما هاتف نحن تفضل هو في في انتجاه السؤالي يلقيته على سيد أحمد هو دور الإنشاد الديني في المجتمع وفي الشباب هذا ذكرني بحاجتي ذكرني بالقولة الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا خعلت عظيم معناها ما ينشده المنشد هو عبارة عن وصف أو قيد لسلوكه في المجتمع عقد الاجتماع وذكرني بقولة قالها الحلاج أشقال الحلاج الحلاج متصوف والمتصوفة كتبوا أشعار لا تحصى ولا تعد سألوه يوما ما الحلاج شكونك انت قالهم ما في الجبة إلا الله والقول هذي كان سبب في قتلهم في قتلهم صحيح هذا حاجة وسما نحب نرى على ابني مريم اللي برشة من شبابنا ما يعرفوش هل القطعة هذي اللي هي من كلام سيدي عبد السلام نصمر هي دليل على التسامح بين الأديان والدين الإسلامي وهي تتغنى بالمسيح قلتك على ابني مريم حابيت نبين أنها هي هذية وأنها تدل على أن المسلم متسامح مع بقية الأديان نحن مسلمين ونحتفلوا بالمسيح بعيد ميلاده وعلى ابني مريم هي بديح لسيدنا عيسى برشة ناس ما يعرفوش على ابني مريم ويسمعوا بعيس وما يعرفوش علاقة بتاعها بين الأديان بين الدين الإسلامي والدين المسيحي أنا قلتها في مصر في القاهرة وكانوا الأخوة الأقباط والمسيحيين كانوا يبكيوا وقت ذي سمعوا القصة كيفاش نأدي فيها بالطريقة أديتها بطريقة تونسية شرقية وحبت نوصل الكلمات بطريقة ثالثة وسهلة جدا باعتبار كون الكلمات ممكن على المشارقة ولكن حاولت نتناولها بطريقة سهلة وفي كسهم والكلمات وطعام وطعامك وفي الكلمات واللحن صدقني يسمعوا في الشغل ويبكيوا فاعلين على وكيد بالأداء الحلوم تاك زد صحات ومتي ما شاء الله تتمتع بحنجة وذهابية واداء جميل ويعطيك الصحة بارك الله وفيك شكرا شكرا لكن ما ناشبش نأديوها ما ناشبش سعب مجيد سعب مجيد أشحال قال هما مفويتها ربي فضلك وسوء عادية جدا بهذا الاتصال الحلو وإن شاء الله في مناسبة أخرى تكون ضيفنا معزز مكرم على إذاعة الصحة إذاعة حياة أفهم ونخرجوا مع فاصل ثم نعود حديث الروح إذن عدنا من جديد مستمعين ومشاهدين ومتابعين الكرام زيدوا نقولوكم صح شريبتكم وإن شاء الله رمضان مبارك وإن شاء الله حديث الروح هذا البرنامج نال أعجابكم وحبيتوه ونعودوا مع بعضنا بعد ما استمعنا إلى نوع جديد إلى توجه جديد إلى فكرة غير متوقعة يعني من المنشدين المدرسة الإنشادية يعني هي قاعدة تراوح نفسها بين يعني الألات الإيقاعية الكلاسيكية البندير الإيقاع مننا لكن اليوم نسمعنا توزيع جديد نسمعنا ألات نسمعنا إنشاد يعني بصراحة شي جميل وشي جديد لكن نحب نوصلوه الفكرة نحب نوصلوها لمتابعين والمستمعين وخير ما بشي حكينا عليها هو المنشد الفلان الأستاذ أحمد جلين شنية الطريقة جديدة سيد أحمد سمعناها ما شاء الله حاجة حلوة برشا حكينا عليها شوي هو لحقيقة أنا ننتمي للمدرسة الكلاسيكية ومش حتى ننتمي للمدرسة أنا نحب المدرسة الكلاسيكية هي في العروق المتاعي كيما تغرمت اللي غرمني رحمه الله عبد المجيد بن سعد فقعدت في الطريقة ذاكة ما بدلتش ولكن حبيت نفرض وجودي في العالم الحديثي ذاكي كونه بالحق روولت معناتها أغاني أخرى نسمع فيها أغاني دينية مخايرة جملة تكاد تكون منفصلة على الأصالة المتاعنة معناتها تحس فيما تغير كبير أنا حبيت نقول لهم راني أنا مع التغيير ولكن انتقاء الكلمة والألحان الراقية هي اللي تهزد ما تفصل ناش على الأجداء جديد متاعنا وعلى الأصال متاعنا يعني مش ضد التجديد لا مش ضد التجديد بالعكس أنا عملت هالسامفونيات هادوما رغم العصامية متاعي لكن ديما فيهم نبرات وفيهم الروح متاع المدرس القديمة الأصل متاعنا معناتها لحظنا فما جمع بينا مدرسة كلاسيكية في دسامة اللحن في قوة اللحن لكن في التنفيذ نحسوا توزيع جديد وآلات وكل شي أنا حبيت نقول للجيل أنا راني مانيش ذدكم ولكن روا فما طريقة أخرى أنه إنشاد الديني لأنه إنشاد الديني هو عبارة على عبادة أنت ما حبيتوش يوليها كيكة مع أنت شاد غيتاره هو يغني على الرسول وكأنه يتهكم على الرسول شاد منعرش أنا صلى الله عليه وسلم شاد آلة من الآلات وهو بد برش على الدين برش على الأغنية الدينية وين الأصغال متاعنا وينو كل نغمات التونسية وينو أنا حبيت نقول لو تجم وتعملوا الموسيقى وتجم وتعملوا تجديد للأغنية الدينية ولكن على أسس سليمة هذا اللي حبيت نقول للجيل متاعنا جديد باش ما يدغش مش نقول فيه باش حسيت أنه الأغنية الدينية وكنه ما عادش عندها قيمة كبيرة بارك الله فيك سيحسن شنو تعليقك هل أنت مع فكرة أنه ممكن نجد الأغنية يعني الدينية والإنشاد وإلا أنت محافظ تحبنا نخليوها كما هي كما غنوها جدودنا وأسلافنا والله تأكيد الكلام شيخ أحمد جلمان اللي التجديد واجب واجب عليه خطر ما هي شي أذن المستمع كما 60 سنة التالي كما المستمع طوى أنت مش عبارة مثلها بحاجة بسيطة نحن الكوسكسي كما 60 سنة التالي طيبوه كما طوى يعني أنت مش تجيب بلا مش تقدم للشباب يعني الشريحة هذيك يجب يجب تفهم أش معانا الأغنية الدينية أنت مش تحاول مش تخاطبهم باللهجة المعاصلة من لحن من كلمة من تبسيط الكلمة باش يتغرم نحكي مثلا تجربتي المتواضعة الخاصة كيف تغرم هنا كنت نحاوس في السوق في أيامات نذكر عملي 87 سنين في المولد كل الوالدة اللي يرحمها كنت كنيمشي في السوق نسمع نسمع في حاجة تعجبني أنا صغير ما تعرفش شنين الله وعلي تبسك سنالة الوالدة الله يرحمها قتلي قتلي هذيك الشيخ عبد جيد بنسعد كنز مع السلامي تغرمت بحاجة الدرجة اللي احفظت يعني يا صحب الجاه وقدش يهمني بيت ما غير ما نعرف ما عرفت رحي لأنا شي مغروم به هذيك إلا ما كيكبرت وبيديت نعرف وبيديت تبعت الطريقة هذا اللي نحبه مصلوه للجيد جديد أغنية الدينية رأي نجب يكون فيها الطريقة الحديثة للتلحين فيها الكلام اللي معناها يكون مستسار للشباب لكل يسمع هنية يقول والله يفهم دي بالحق وتترك فيها أثر وأكثر حاجة اللي نحب نبه عليها اللي أول حاجة تجبت للمستمع هي اللحن والصوت إذا اللحن جبدك والصوت البنين هو اللي يجبدك أكيد بشوال يركز مع الكلام زيد نحب نشجع الموزعين في هذه الفترة يعني موزع عنده قيمة كبيرة يخرج لك العمل الإبداعي يعني ما تقول موزع كان في الأغاني الواترية ولا لا حتى ما شاء الله أسمع أنت مثلا معرجان الشارق الإنشاء يجيبولو الناس مختصين في التوزيع يعملوا وكل السوبرانو مع بعضهم التينور مع بعضهم الألتو مع بعضهم كل الجماع يتدربوا بمعزل لأنه شفت تدريباتهم أنه يشرف وكنت في الشارق فترة طويلة ما شاء الله يجيبوا مختصين كل المجموعة تلاثة أربعة موجدين يغنيوا في روجيستر معين الأخرين في روجيستر آخر كل واحد يسأل بعدين يجمعهم تسمع تقول هما فيانو 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 وهم فميش يرى أصوات هما هيا ما شاء حب نعرف بالله على التأكيد للكلاب اللي نقول فيه اللي الفكرة اللي جيت نتصور كان الشيخ يوافقني فكرة عرض لمشيخ هي الأول عرض يعني تخدم بكورال عرض فيها تسعين تسعين يظهلي مبيل مونجدين وكورال مخلاف اللي عاز فيه يعني تخت كبير سنتيئة كبيرة خدمة بالرغم في ظرف وجه زياسة والشيء البنة اللي خرجت فيه عرض المشيخ خليت حتى اللي الناس حتى ميل مايستر ودكتور محمد لاسود يعني أعجب بالخراج الجديد الموسيقى الديد هنا نقول اللي الانشاد الديني رأوا ناقص حوجة ناقص الناس تبحث فيها والناس تخدم عليه نجموا من هنا في تونس ممكن لغال موسيقتنا الواترية ممكن ما موصل ناشي بها البعد كبير نجموا موسيقى دينية موسيقى الانشاد السوفي كي نكون نمشيو على الواترة هذيك نجموا بحولها تكون موسيقى عالمية اينا ودليل اللي النوبة فبني خذية صادية على في العالم العرب يتل الكل معناها في سوق وقت المولد النبو الشريف تحس حاجة تعجب وتخلي فيك اثر وكي تراوح لدار تبدأ تعود فيها هذي بشي يعطيك المصطلح سيسليح سيسليح شيخ عبد المجيد كان يقول لك الاغنية هذي تخلف ولا متخلفش كنيسمح المستمع العادي ما يعرف شنو مانا يتخلف يخي شنو مانا يتخلف خلنا نسمعه نفهمها كلمة تخلف شرحان اه عمش اقول لك هذي اشمع عليها تخلف حتى حد ما يشك في مقدرة وكلمة عبد الوهاد كتير تذكر الكلمات حط عندك هكا وتسرح تسمع فيها عبد الوهاد بغني نسمع فيه جفنه نسمع فيه عندما يتلمس نسمع هذي الاسوات اللي تخلف تدخل معناها للذاكرة وتفرز بصمتها تطبع وشنه واحد القاه اللي يغني من الصباح للعشية وفي وزنك يشتبع بعليه كيلو متر فتحب تتذكر كما نقولها صلاح للساعة ما تلقووش صلاح مش بابا اي فهمت هذي هذي معناها هيخلف فهمتك هذي هذي كلمة فلنية والله يخليتها على الوالدي رحمة وما لي انا عدا في اثناء الاعداد البرنامج بديتنعرف بعض المصطلحات القديمة كيف يخلف وبرشة ما شاء الله يخلف يعني يخلف اثر ويخلي معناها تراس بالضبط هذا هو والله حديث ذو شجون وشي طيب وان شاء الله مستنعين ومشاهدين الكرام يكونوا استمتعوا بهذه الحلقة وبش نسمع توا ومداخلة تليفونية جميلة من عند هو فنان هو مطرب هو منشد حبيته وعشقته وعنده برشة مشاركات مشاركات في البلد وخارج البلد وبش يعطينا الرأي متاعه وبش يعطينا الرأي متاعه في هذه الحلقة وخاصة بش نسأله بعض الاسئلة بعد ما نسلم عليه وقلوا له صحة شريبتك استاذ حسين مرحبا بيك صحة شريبتكم رمضان كريم رمضان مبارك عليكم على كل أوفية حياتي ثم وإلى كل العاملين فيها والنشاط الحيوية وإن شاء الله رب يعيده بالخير وبركة ومدان على تونس وعلى كل الإنسانية جمعها بعد هالعامين متاع الوباء هذائي إن شاء الله رب يرفعلينا ما تبقى تونس آمين رب يرفعلينا الوباء ويعطيك الصحة على مشاركتك وتشريفنا في هذه الحلقة في إذاعة الحياة كنتي حملني مسؤولية السبيرة لا العفو يعني هذا الشيء كل كلمة قلتها جبل من المسؤولية وانتقد المسؤولية وانتقد المسؤولية مسؤولية كبيرة منشط مسؤولية كبيرة يخي أنا نعرفك من أيام التسعينات في تونس في الفرقة الوطنية ومشاركاتك وشغلنا اشتغلنا في تلك الفترة ما شاء الله مع بعضنا وممكن ينصن محبوب عند الجمهور والناس كل عند ثقة فيك وزيد اقترنت أعمالك في خارج الوطن وداخل الوطن مع ضيفنا المبجر المكرم شيخ أحمد جلمام واخترحناك بش تكون ضيفنا بش تحكي براحتك عندك أي تدخل أي سؤال أما أنا حبيت تسرك سؤال مباشر سؤالي هو شنو هالتطور اللي وقع ما شاء الله في الفترة الأخيرة أصبح الشيخ الشيخ السامفوني أصبح يعني ما شاء الله منشر قائد الأوركستر السامفونية يعني لحن ما شاء الله أشياء جميلة أشياء موزعة هل هي نقلة جديدة هل هو امتداد للمدرسة الكلاسيكية التقليدية يعني كيفاش تراها شيخ أحمد جلمام في هذا المجال عطينا رأيك شو سيد أحمد جلمام قد ما نحكي عليه يعني الشهادة دي ما مشكون فيها فيها من النقصة سيد أحمد جلمام مش أنا بشنجي يعني 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 فيه شهادة على مستوى الأمور الفنية والأمور عالم الأغنية الروحانية والصوفية والأغنية ذات البعد لإنسان يقول سيد أحمد جلمام بنسبة لي أنا إنسان مجدد إنسان عاصر عاصر وعاشر الكبارات الكبارات في النمط هذا يعني على سبيل ذكر وليف الحصر من الشيخ المحمود المشيخ الكبار متع لبلغة هذه اللي خلاونا موروظة كبير برشا سيد أحمد كان ما شاء الله يرتع في وسطهم يعني كان ما شاء الله بلغتنا أحنا مش فرض وجود وبرك يعني رغم رغم وقت كان في فور سيد أحمد سيد أحمد ما شاء الله أولا صحيح أرغم اللي ولا جد لما حالا ما ما زال صغير ما شاء الله هذي معلومة جديدة إن شاء الله يتربوه في عزك إن شاء الله أيوه مش أنا ولا جد هو هو أي شيء خحمد قطل إن شاء الله تتربوه في عزك أيوه أيوه ربي بارك يعني الرابط الوطل اللي بيبين المدرسة هذيك الزمنية التقليدية كيفش قولها اللي فيها برشا من الشوحن كبير برشا على المستوى الروحاني والكل سيد أحمد عمل رابط متميز كيما كنت تحكي أنت يعني مشاهل على مستوى التوزيع الموسيقى وخاصة خاصة اللي هو مش سهل على مستوى التوزيع على مستوى الأصوات صحيح اللي هو إنك تخرج عنده عنده ألبوم يعني من كيفش قولوها من الحاجات الخارقة العادة اللي هو انت على اللصة اللطيف اللي عمله عنده كمختصين مسنا إحنا كمختصين في المجال الموسيقي والفني وكذا يمسك وقتسمع ما تنجمش تقول إلا الله حاجة حلقة جميلة فما بالك في المتلقي يعني العادة اللي يسمع الجوارح ومعنا يمسك أكيد وأنا والله الحمد يعني بالإضافة إلى الصداقة والأكثر من صداقة هي أخوة بأتم معنا كاني ما تجمعني بها سيد أحمد الجرمان يعني كانت عندي تجربة معاه ولله الحمد خليت الأثار الحسن في رحاب العاشقين عملنا تواصل يمكن بين الثقافة الموسيقية وترجم تقول التوجه اللي حب يختاره سيد أحمد وتوجه متاعي أنا يمكن خاصة في السنوات الأخيرة هذه عملنا زيجة فنية حلوة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كمثمة عودة للعمل المشروع وإذية وبنفس أخرى وبيروف أخرى لكن يبقى سيد أحمد جرمان يعني مختصرة كلمة مختصرة تعبر على كل شيء قام من القامات ومن الثوابط في عالم الأغنية الروحانية في العالم بالضبط هذا هو ربي فضل ربي يبيع فيه هذا مش في تونس فقط بالحق أينما حل سيد أحمد جلمان ما شاء الله يخلي الأذان مشنفة يقولون عرشة المطمئة ولا غال ما شاء الله بالحق هذه شهادة نعتزو بها على موجات إذاعتنا إذاعة الحياة أفقام ومداخل أحلوة برشة إن شاء الله فأنا حاجة نحب نختل بها تفضل تفضل حسين هذه ليس بيرام يرون أحنا تربينا عند سيخالد الزيري الله يرحم يقول لك الفن مفيش مجاملات يا عندك يا ما عندك الفن ما تجمش تزين شهادة في شخص ما ولا في كريير ما ولا في تاج ما فمني يا سمي يا ما سميش يا تمس يا ما تمس هذا بالضبط ربي يفضلك ويخلط برك الله فيك يا سي حسين وإنا نشرف بيك مرشة خاطر كي ما تعرف تقابلنا كانت تتفكرش أول مقابلة معاك ما أنا ما نعرفك وين تقابلنا سي حسين قابلنا في كميونة في كميونة في ميناء في ميناء سوف سبحان الله معنا أنا بش نطلع في كميونة ونمشي نعمل المناسك متاعي في الحج ونكمل حجتي حتي تيدي نلقى حسين العفريت هو لهزني ما نعرفوش في زوز ملاي النسمة ما شاء الله بكل في ذلك المقام والكل ربي سبحانه قعدة تعالى قطنة مقدسة جمع كلوب ربي فضلك يا حسين ربي فضلك ربي عزك إن شاء الله ربي دو معاشا طيب يا شيء أمين بجهني بارك الله وفيك سيدي عايش كسير ربي فضلك وعطيك الصحة شكرا فنان حسين العفريت إن شاء الله نستقبلوك في حلقات أخرى وتكون ضيفنا في القيروان على إذاعتكم إذاعة الحياة أفهم طيب أستاذنا الجليل توا هالأشياء اللي سمعناها واختمنا بها اللقاء هذا نحبه تتحفنا ويكون عنا يعني نصيب من الاستماع الحي المباشر لمجتمعين الأوفياء لهذه القناة ولبرنامجهم حديث الروح أشبش تسمعنا سيحو أنا بما أن نعمل في في محاولات للتلحين فالحقيقة غريت كلمات هي قديمة حتى لا أسأل على ذلك حتى يجيني الشعر الجديد على كل حال بدلتها وإن شاء الله يكون مخطئ في الحكاية هذه هي حصريا للإذاعة حيات لا لا أنا ما بثيته أنا بديت فيها شوية وباش نعطيها لأنو أنا عصامي الحقيقة ينوت هالي له خيان ونتوكل على ربي إذن عنا سبق الإعلامي اليوم وعنا ربي بيرك فيك هدية خاصة عند المنشد أحمد جلمان إلى إذاعة حيات فهي صحيح أنا الذي همت بش اشتياقي هايم ومضنى ومستهد أنا الذي همت بش تياقي هايم ومضنى ومستهد ودمعتي جرحت أباقي من شدة الوجد والغراب لما سرى حادي نياق لما سرى حادي نياق واستقبل الشرق والمقاب وصار في سيره مجدد وصار في سيره مجدد وصار في سيره مجدد بالزد والرحلة والعلاد من يعشاق المصطفى محمد كيف يهنأ في الدنيا وينام من يعشاق المصطفى محمد كيف يهنأ في الدنيا وينام على أنغام هذه اللي سمعتها نتوى نخرج وفاصل ونرجع بعد ثواني حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى السوفية كل نهار ثلاثة ملعشا نصليل على الحياة الفام حديث الروح أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعينا على إذاعة الصحة إذاعة الحياة الفام عدنا من جديد في هذه السهرة الرمضانية الحلوة إن شاء الله نلتأعجبكم وإن شاء الله حديث الروح وصل من حناجرنا إلى الروح لأن حديثنا كان يعني على مستوى عالي مع ضيف عالي المقام مع ضيوف من الطراز الرفيع سواء في الأستوديو أو عبر الهاتف وهذا يشرفني أنا كانوا متوجدين معايا شي يشرفني شي يفرحني نحب نشكرهم بشكر خاص ونحب نعطيهم كلمة الختام في هذا البرنامج سيد سلاح ورغم ذلك أصر بشكون موجود وربي فضله وربي بارك فيه وروله إن شاء الله رمضان مبارك بشي سلم عليك الأستاذ أحسن مساعدة زميلك أحب نجدد شكري العميق الشيخنا الشيخ أحمد جلمام وربي فضلك وربي إن شاء الله يديمك للميانة ذاية ننتظره منك ديمة الجديد وهذا مش جديد عليك وسيدنا نتمنى إن شاء الله تضحفنا إن شاء الله بزيارة لإهنا القروان وبعارض إن شاء الله وإن شاء الله يكون الالتقاء هذا إن شاء الله ما يكونش الأخير إن شاء الله ديما متجدد لقائتنا إن شاء الله وربي فضلك وربي بارك فيك ماذا هو سيد سلاح يعني نشوفك تحب تتكلم تحب تزيد سالم تفضل ماذا يبين نسبب الدعوة والإلحاق على الدعوة بشر عنه سيد أحمد يعني سيد أحمد الساعة ما أعطيت حتى شي بش نعرفه عنه عن سيد أحمد والمخزول اللي عندي وإن أعتبره من المتربعين على عرش الإنشاد هذا الشيء والشيء ثاني روحة سيد أحمد عند وجهات نظر نقلية في مقاب وحقها وكالنقل بتاع الناس متروبين روحة أكيد أكيد اللي هو مؤذن ما شاء الله واللي حد يقدم خطور قدام يسمع اليوجع وماذا ليه ينتق بضحر سيد أحمد جلمان ربي وفقه في نسيرته وربي ينجحه وراء فيه شخص يراء بالمعروف ويراء بالجميل وإن شاء الله كل منجدين يكونوا على كواتيرة الشيخنا سيد أحمد شكرا ربي بارك فيك إذا نتوى نحيل الكلمة إلى ضيفنا المباجز سيد أحمد نعطيك الكلمة لكلمة حرة في ختام هذه الحصة والله فيه كلمة وجيزة أنه أنا قدام فنان سي ساعد وقدام معانتها قامة كبيرة ولد سي عبد المجيد بن ساعد اللي غرمنا بالسلامية ولكن خليني نقول أنه الفضل يرجع للإذاعة ذي في أنه شجعت الدمان بتاع الإنشاد وربي بركلهم والزدالي التكنيسيان بارك الله فيهم القيروان أنا أتشرف وفرحان ومسرور أنه حتيت سيقي في القيروان لأنه أهلها ليس بغريب عنهم الاستضافات هذية إن شاء الله نجي ديمة للقيروان أنا نحبها ياسر وهي بلد السلامية بلد الإنشاد بلد النغمة التونسية هي القيروان حاجة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نرجع لكم بإذن الله بارك الله فيك ربي خليك شكرا أستيد أحمد نحب نخليوا توكل شيء على جير بنحب ونقول لكم أن اليوم تمتعنا بحوار شيء مع إنسان خلوق إنسان متواضع إنسان يعني ليس رمي ورود لكن ما شاء الله أخجلنا بتواضع بمستوى طيب إن شاء الله ربي فضله وربي بيرك فيه ونحب نشكر زملائي في الأستوديو الذين أمنوا لكم هذا اللقاء الإخراج التقني كان من تأميل زميلنا نوفل شرطاني أما الإخراج الرقني فأشرف عليه زميلنا سيف بول عرس نشكروهم برشا ونشكروا الذين استقبلوا الاستندار المكالمات الهاتفية بركة الله فيكم زميلتنا أنس ما قصرتش يعطيها الصحة لكلكم نقولولكم إن شاء الله نشوفوكم في لقاء قريب في برنامجكم حديث الروح إلى اللقاء في حلقة قادمة حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إداعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى السوفية كل نهار ثلاثة من العشر نصر الليل على الحياة الفان حديث الروح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر